بسم الله الرحمن الرحيم الإمبريشن تريز نبدأ بداية المحاضرة ناخد فد مصطلح نحن راح نمشي راح تبقى ويانا نهاية المحاضرة فخلينا نتعرف عليها بالأول عندي الإمبريشن تريز إز ديفايز يوز تكاري كونفاين كونترول الإمبريشن ماتيريال فن بايشن مالث هي الأدوات اللي أنا راح أستعملها حتى تحمل تحتوي وتتحكم بالإمبريشن ماتيريال هي المادة اللي أنا راح أخذ بها الطبعة زين وين تحتويها وين تحافظ عليها بالبايشن تماوث لو لا وجود هذا التري صعب جدا بالمستحيل إنه أزم الإمبريشن ماتيريال بإيدي وأخليها بالبايشن تماوث أخذ بها الإمبريشن بالنسبة للإمبريشن يعني هي صورة سالبة للدنتر فونديشن كلتها لكل أجزاء الرج اللي راح يقعد عليها الكمبيت دنتر ماتي preliminary impression أو أسميها primary impression هي impression made in stock tray for making study cost أخذها باستعمال stock tray والتريات اتفاقنا stock tray هي اللي يجيني ready made جاهز حتى أصبها يطلع لمعدها study cost on which a custom tray is constructed على هذا study cost راح أسوي آني the special tray عندي الفاينل impression هو طبعا النهائية it's an impression made in custom tray he was for making الماستر كاست on which the denture is constructed يعني أسوي أخذت primary impression صبيتها study cost على study cost سويت ال special tray هذا ال special tray أخذ أخذ بي الفاينل الماستر فمن أصبها راح يطلع عندي كاست بديتيالز أكثر أسمي الماستر كاست على هذا الكاست راح أسوي الدنتر ماتي الكاست هو positive reproduction of the form of tissue of the upper and lower arch اتفقنا أنه الطبعة هي النسخة السالبة من الأورال كافيتي ومن أصبها راح تطلع لي الصورة الموجبة اللي هي الكاست types of كاست أنواع الكاست عندي فايشال كاست done by impression to patient face use in maxillofacial processes أخذها الوجه بصورة عامة قد يكون يعني واحد فاقد عين أو جزء أم أنف أو أذن أو يعني فدأي construction بالmaxillofacial أخذ لعني للوجه كامل وعندي dental كاست بالنسبة لل dental كاست أدي أول واحد study كاست وذكرنا قبل شوية أخذ primary impression بالstock tray الهدف من عنده أسوي علي diagnosis وأسوي علي special tray ثاني شي عندي المoster كاست أو secondary كاست من يجيني هذا الكاست يعني ما أخذه secondary impression وباستعمال special tray وصابتها يطلع عندي المoster كاست هذا شنفائدته هذا راح يدخل بالفرن يصير علي الفلاس كين يصير علي complete denture ماتي يعني هذا يعني كأنما أنا مستنسخة المoster كاست أسوي فد مادة investment material أستعملها بالكاست هذا أكثر شي أستعمل بالpartial denture بالcomplete denture ما أحتاج refractory كاست بس still هو نوع من أنواع الكاستات working كاست هو المoster كاست which placed in flasking processing incomplete denture removable partial denture الكاست ما يدخل الجهاز الفلاس حتى يطبخ العكري لكمال denture أسمي هذا working كاست عندي optical و digital هاي هس الحديث المتعارف عليه أنه intraoral scanner واخذ بواسطتها الكاميرا اخذ بإمبرشن للسيرفس يلتغط لصورة لكل السيرفس بالأورال cavity الداي هو positive fabricate one tooth where crown is fabricated الداي هو عبارة عن كاست بس شنو فرقة عن الكاست العادي الكاست العادي مالة arch كامل رج البيول البون و رسج مالة فت كامل بينما الداي هو عبارة عن كاست مالة سن واحد فقط نجي على الإمبرشن trays اللي آخذ بي الإمبرشن شنو الشروط اللي مفتوض تكون متوفرة بي اوش عندي the tray should be rigid and strong but not too thick as flexible try cause distortion of impression اريد يكون rigid و اريد يكون not flexible و strong يعني اذا وقع من يدي ما ين كسر بس ما رجع كل بلقي يصير و ثقيل و ما اريد يكون flexible لانه اذا كان flexible احنا احتاج فاد مادة ثابتة تحتوي لي الطبعة بداخلها لحد ما صير بها طبع يصير بها setting فاذا اذا اذا تحتوي مادة ما بهذه رجع كان متحرك غير ثابت الطبعة ما راح تاخذ شكل الرجع الصحيح لازم يكون مشابه للشكل النهائي لازم يكون بالسائز وبالشيب بالنسبة للطول مالتها احنا سوينا دين شربيز بالمختبر وشفنا احنا خلتنا نرسم خط بالفل دب الفل مباشرة بثنين ملم انا راح ارسم خط ثاني موازي للخط الاول هي هذا نهاية ال special tray يعني ال special tray ما راح يدخل بال depth of the vestibule زين وراح اسوي المفروض عندي interference ويا المصر ويا الفرينام لابيا الفرينام وباقال الفرينام اريد ثق نسمائة ال space يعني ما ريد كل شي راي لازق على الاسنان لا اريد شوية اكبر من الاسنان اريد اكو space ميجيل ودستل او lingual وليبيال الكورسن حتى ياخذ راح او الرج حتى يعني تاخذ لطلع لي الصورة 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 صحيحة واريد هذا space متساوي مو مو جهة ثق او عريض و جهة الثانية قليل الاسنان راح تكون صفحة ثخينة وصفحة خفيفة حتى ما يعور الاسنان والاسن اي يعني خلال هاد ناخذ الاسن خلال اي شي يسوي pain للاسن راح يطين قراء خاطئ فلازم يكون الاسن مرتاح حتى اقدر احص ما عند شغل مضبوط the tray should retain its shape throughout impression procedure pouring of impression dimensionally stable احنا الاسن ماتيريال انا اساوي لها mix وحطها بال patient mouth بعدهم يعني تكون سائلة او تكون جول فورم او تكون ما متصالبة بعده فأني اريد ها تكون ثابتة اظل ثابتة ما تتحرك الا ان يصير complete set فاذا يعني شون اضمن انه ما راح تتحرك وظل ثابتة بال oral mouth لما انا حاطتها بتري رجد وما باي حركة فلذلك لازم يكون dimensionally stable يعني مو اخلي بال mouth مثلا ما يصير اساوي من الشمع لو ايش انه شمع بحرارة على حرارة الorecavity راح شوية يصير صوفت ينطي من نفس راح يتغير شكل فهذا dimensionally unstable the handle of the tray should be angulated الهندل مؤتى لازم تكون بها fed angle معينة حتى اول شي ما يصير interference وي الليبس وحتى يسهل علي انه اشيل التري من عنده it should not distort the tissue in a vestibular area يعني بال vestibular يعني عريدة صحيح يدخل بال full depth of the vestibular بس ما ايد يسوي لبرجر قوي بهاي المنطقة it should support set impression material when removed from the mouth so that cost can be poured يعني من يطلع من patient mouth يحافظ على impression بداخلة يحافظ يحتوي ما حتى اقدر اصب ها لهاي طبعا بصورة صحيحة نجي على اجزاء التري هذا هو التري اللي اخذ به طبعا يتكون من الفلور و flange والهندل مات ازان الفلانج والفلور هذا اعتبر body body of the tray والهندل اللي راح الزم من عندها لما ناخذ impression body consist of floor and flange الابر tray has a vault portion instead of lingual flange of lower one يعني هذا الابر tray يكون مغلق من نانا بها palletal portion راح تبد عليه البلت بينما بالlower ما عندي هذا جزء البلت راح يكون عندي space مخصص لل مكان التانج الهندل is an extension from the union of the floor and the labial flange جاية لي من مكان اتصال الفلور بال labial flange هي هذه الهندل يجي على انواع أو classification تقسيماتي تصنيفاتي لل special tray according to material اقدر اصنفها حسب نوع المaterial اللي انا مصنع منها tray اقدر اسويها اصنفها حسب الطريقة اللي مصنع منها tray او حسب الاسنان وجود الاسنان او عدم وجود الاسنان يعني dentulus و dentulus واقدر اصنفها حسب الطريقة اللي impression material اخليها بها واخذ بها impression شون يصير بها retention شنو هذا denture اسميها interlooking of material according to material used to fabricate tray عندي metallic tray معدن عادي stainless steel و aluminium و non metallic اللي هو plastic acrylic resin trays according to method of fabrication الطريقة اللي انا راح اسوي بها denture معدتي عندي stock tray و special tray يجيني جاهز plastic او metal المهم انا اشتري جاهز اللي هو هذا الشكله قد يكون full arch tray اخذ بطبعة الarch كامل او مثل هذا يعني ها دي نشوفه واحد full arch ودي نشوف هذه الاجزاء قسم ناخذ بس anterior area posterior area جهة واحدة بس طبعا هذي اللي بس جهة واحدة بس هذي ما يتفيدنا احنا هذي تفيد اهل اللي ردي ساوه برجو ما ياخذ طبعة كاملة بجهة واحدة احنا لا هذي نحتاج واحد full arch عندي sectional tray sectional tray متكون من جزئين هذول اللي عندهم limited mouth opening اللي عندي فاد مشكلة يبنعني انه ادخل undercut بفم undercut قوية ما قدر ادخل التريب داخل فم البيشنت فاجيب نوع يصير sectional يتجزئ يتفصل ينفصل يصير جزئين يعني يدخل البيشنت ماث ادخل نص اقسم التريمات ادخل نص بالبيشنت ماث بعدين ادخل النص الثاني و اركب هم داخل فم البيشنت ناخذ الامبريشن صارت الامبريشن ست افصل اطلع جزء جزء و خارج فم البيشنت ارجع اجمعهم مرة ثانية هذا اسمي sectional tray و ادي quadrant tray تنطني ربع واحد بس stock tray ready made and come in specific size احجاب معينة مثل ما شفنا هذة الصورة قبل شوية must be selected for best fits يعني اكثر ملائمة اختار آني sometimes are reusable after sterilization اكو قسم من عندها هاي الانواع ممكن تستعملها مرة ثانية اذا معدن تدخل فرن تعقيم عادي اكو البلاستيك بها يجي نوع auto clavable ممكن هماتين يتعقم ونرجع نستعمله بس احنا ويالامراض ويالامراض المنتشر عندنا بالوقت الحالي ما اشجع اي واحد انه يرجع يستعمل التري مرة ثانية خصوصا وهي اسعارها رخيصة مو غالية يعني مو خسارة اذا واحد ياخذ بي impression ويذب هزين هسا قلنا حسب custom tray قلنا حسب النوع عمالتها اما ready made او اللي هي stock tray وعندي الثاني custom tray او special tray اللي انتو سويته نفسه بالمختبر هذا يكون نوعا يأمك loose fitted كلش فت قاعد على الرج ما بي اي space بينه وبين الرج او يكون اكف space بينه وبين الرج فاسمي loose fitted او اسمي spaces custom tray are fabricated on a particular patient cost thereby making it unique to the patient ما انه انا جاي ومصممته على cost خاص بمريض معين اذا هذا special tray ماتي راح يكون خاص بمريض معين ما راح اقدر استعمله ويا اغاء patient ثاني this is why custom tray always are better fit than stock tray لذلك راح يكون ملائم جدا ملائم للpatient اكثر من stock tray لانه انا مسويته بنفس الحجم والشكل مال للpatient رج قصدي they are useful only for particular patient they are discarded ناخذ بطبعة المريض واحد بعد يعني نذب اذا according to teeth وجود او عدم وجود الاسنان عندي الترياعة للإدنشولس إدنشولس تري وعندي للإدنشولس الإيدنشولس تري اللي نشوف هذا اول واحد اللي باللون الازرق أو هو ثاني واحد الإدنشولس هذا الإدنشولس يعني المريض ما عنده ولا سن فمن اجي اخذ مقطع cross section بي راح اشوف cross section ما تكون round شوفوا شكله دائري هذا شكله دائري حتى يقعد على الرج الفلور ما تكون oval oval floor وال flanges قصيرة حتى تجي نيوية شكل الرج الهندل ما تكون L shape حتى ما يسل interference وي اللب لما نساوي border molding ولما ناخذ impression الدانشولس اللي هو هذا النوع الثاني الدانشولس patient عنده اسنان هذا يكون بالcross section ما تشوف هنا كان round هنا cross section ما تكون square استعمل الpatient عنده اسنان مو للرج الفلور مات تكون flat زين flat تقريبا والflanges عالية لانه عندي اسنان vertical high flange والهندل مات يكون ذاك كان هنا all shape handle هنا يكون straight handle زين according to method of interlocking of material اللي هي قلنا شون حسب الطريقة اللي materials راح اتعشق بالdenture حتى تتصل بي تظل بها retention ويا عندي الperforated tray مثل هذا اللي بصورة بها ثقوب فالimpression راح تداخل ويا هذا الثقوب وتصر بها retention بي ما توقع من عنده لما ناخر الimpression أو من أرض يطلح من الpatient mouth هذا نستعمل ويا من نستعمل الويا الau gen عندي هذا non-perforated أو plate plane سوري هذا استعمل ويا من استعمل ويا impression compound لأنه impression compound راح يصير stick ويا المعدن ما يحتاج perforation حتى يدخل بيها النوع الثالث هو نوع خاص يسمونه الrim look هذا النوع بيفة cooling system يمشي مثل كأنما صندة تتمشي ويا من الخارج هذا لأنه الأقار أقار لازم أني أذوب يصير جل بعد أني أحقل المي بهذا الصندة فأسويل يتبرد حتى يصير hard فهذا النوع هو خاص بالأقار أقار مو بنوع ثاني من impression وهو بووتر كول نوع ووتر كول ون ووتر كول الرم look with cooling system to allow circulating cooling system for أقار أقار impression حتى يبرد ل معدة الأقار أقار هذا تشارج شنو هاي الترايز ماتي نبجي نحتي شوية على الاستوك تراي بالتفصيل الاستوك تراي impression تراي that serve to carry the impression material to the mouth and support it and correct position while it's hard نفس التعريف اللي قلناه قبل شوية يحمل impression material إلى patient mouth وإذن يحافظ عليها حتى إلى أن نصير set this this type دفن دفن مواد 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 مختلفة بلاستيك قصدير براسل اللي هو الالمنيوم الأشكال مالتها والأحجاب مالتها مختلفة حتى تلاء لي أكثر عدد أو كل أنواع الرجز الموجودة فعني من يجي المريض أقدر size أكثر size suitable إلى أخذ impression material used for concentration metallic أول شيء المواد اللي ممكن أصنع من عدها stock tray أول شيء المعدن عندي either aluminium tin stainless steel أو low fusion alloy هذه تطيني مقزمة من support impression material لأنه أكثر النوع رجد هو المتل مميزات رجد durable and long lasting يعني هو شوية أغلى أكون أعمل لها stainless steel خصوصا أغلى لكن أنه long lasting راح يظل عندك فترة طويلة ممكن يكون perforated بها ثقوب أو solid ممكن نستعملها with all the stomeric impression materials زين عندي النوع الثاني اللي هي منصنع من البلاستيك بتكون البلاستيك disposable eliminate cross contamination تفيدني أنه أنا راح أخذ بها طبعا المريض وأذب ها فما راح يساوي عندي يعني ما ممكن أنقل العدوى من المريض الثاني وتكون رجد المريض الوالز مات هي thick to provide lateral support for the tray impression material to prevent distortion when pouring the model بميزة شون أنا نسوي الموديفكيشن أسويها بالواكس أسويها بالغرين compound زين فهذه الموديفكيشن include bending either open or close the flange with the player to provide adequate space for impression material 3-4 m space between the tray and the tissue هي هذي المسافة اللي مفروض تتوفر بين the tray وبين التشو 3-4 ملم مو closed فتد على الرج يكون زين وأقدر أنا أسوي البن أحني أثني بالبليار أقرب على الرج وبعد على الرج إلى أن تكون يعني مسافة 3-4 ملم space موجود عندي زين هاي إذا كان شنو إذا كان أعرض من الرج أزغر أسوي لبين وإذا كان أصغر منها أقدر أفتح زايد يعني همين سويت لبين زين إذا هو قصير شا سوي لأسوي لبلدين أو أضيف أطاول الفلانجات ماتة بيش أطاولها أما بالغين كامباون أو بالواكس زين إذا بالعكس هو طويل فاش أسوي لأكوتينغ بأي مقص عادي أسوي لأكوتينغ بس تخلي ببالك إنه المعدن منتقصة رح يصير شوية خشن فأتسوي لأسموثنينغ قبل ما تاخذ بي إمبرشن للبايشن حتى ما تعور ما تعور فاكتر أفكت إن سيلكشن أوف استوكتري على أي أساس سأختار استوكتري مات هذا البايشن إذا كان دينشولس إدنشولس بارشيلي إدنشولس فحتى تعرف نوع التري اللي سأستعمله أشوف المريض حجم الأرش مات عندي قلنا أربعة حجام يعني من واحد أصغر شي إلى أربعة أكبر حجم بالأرش نجعل فورم شكل الأرش ديفرنت فورم أوف استوكتري are available for different arch فورم تكون أوف وسكوير وتيبر حسب شكل الأرش استوكتري must covered all anatomical landmark need to complete denture on this most important point لازم يغطي كل استوكتري اللي هي راح تدخل وياي بالدينشور تنطيني support و stability و retention لازم أغطي كل استوكتري اللي داخله وياي بالدينشور ستوكتري should give sufficient space to impression material in all direction وجقد قلنا احنا هذا space 3 to 4 millim all around the ridges the type of material was in the primary impression material المادة اللي راح اخذ به primary impression عند compound compound استعمل هنا perforated special tray زين وهذا اخذ به impression اللي هو flat رج اللي صار عنده كل تبرج اذا استعملنا alginate impression material نوع stock tray لازم يكون perforated حتى الالجين تتماسك وياه واذا استعملنا agar agar نجيب التray الخاص بها اللي هو rim look زين نجيب نحسك على منو على custom tray او special tray هو individualized impression tray made from cast recovered from primary impression راح اسوي وين على cast عن جايبته من primary impression use in making a final impression راح اخذ به final impression designed to enable the dentist to make more accurate and detailed impression as it's possible with stock tray اعرض من الرجب هوا 3-4 من or around ممكن يكون اعرض واني سويت الموديفكيش طول وعرض تبين ما ال special tray جاي fit ويا شكل الرجم on till patient ف impression material technology all around راح تكون متساوية ال impression ازيان فبما انه impression متساوية all around dimensional changes راح تكون بها اقل والimpression بالتالي اصلا راح تكون accurate more accurate وا الاقتصادي ما راح استعمل مواد هوا يعني تحتاج مواد اقل بالimpression ماتي الwork بعد ادي with special tray easier quicker than modifying stock tray to provide accurate impression وانا جيب انا tray على شكل الرج مات ال patient وال arch وال form وانا جيب لي واحد اصغر او اكبر وقعد احور بي اكيد هذا ال special tray راح يختصر علي وقته why special tray more accurately adapted to the oral vestibule this help in better retention of denture يعني هو داخل بال full depth of the vestibule مسجل لل vestibule بصورة صحيحة فرح يلطيني بعدين denture concentration مات رح يكون صحيح وال retention اكثر لل denture special tray are less bulky than stock tray more comfortable to patient انه stock tray لازم يكون رجد اكثر او يكون bulky اكثر الشروط اللازم تتوفر special tray material المواد اللي اصنع منها special tray اول شي عندي impression tray must not impinge bone mobile structure cheeks lips ما يصير يسوي pressure عليها ما يصير يبغط على هاي المنطقة border مات اتفقنا انه تكون المنطقة shorter than vestibule posterior high borders vestibule يعني بينما posterior لي لأ اريد extension مات over extension حتى اقدر اني post them area مات complete denture مات يكون عندي اسوي مضبوط لازم يكون عندي رجد و sufficient thickness حتى ما ينكسر عندي يعني حتى مو بسهولة انه ينكسر try must have handle for manipulation شون اقدر اشيل وتعامل و لازم به handle و الhandle لازم بنفس الوقت ما تعيق لي المستوي interference ويلب ما تمنع انه اسوي border molding لازم يكون smooth on its exposed surface ما يعور لي الpatient ما بها اي حافات حاد اي زوايا على مدم السوي لانجري dimensional accuracy no distortion or warpage يعني مو هو جبته وحطيته بفم الpatient واثناء ما لازم تغير شكل او تغير حجم صار ب distortion لا ارد الشكل مات والحجم و dimensional stability can accept border tracing material border tracing او اي حتى اسجل full depth of the vestibule بصورة صحيحة فالمفروض المادة اللي يصنع معدها try تتقبل المaterial اللي اساوي بها border molding انواع special tray material according to material انواع special tray according to material used for concentration حسب المادة اللي انا صانعت منها عندي thermoplastic material thermoplastic يعني مواد متعامل اياها بالحرارة عندي مثلا shellac base and modern compound resin عندي self-cure acrylic او سمونها cold cure او chemical cure او room temperature heat cure هذا اللي احتاج hot curing طبخ بالحرارة light cure اللي نفسه استعملتوا انتو والplastic sheet تجيني جاهزة واكبسها على denture مؤتي النوع الثالث مصنوعة منه المعدن قد يكون costed او swagd يعني يصبونها صب او يطرقونها طرق all denture ممكن استعمله كspecial tray مريض عنده denture قديم ممكن هو نفسه استعمله special tray واخذ بي impression according to the relation of the tissue to the custom tray حسب علاقة ال special tray بال tissue underlying to it اللي بالرج اللي جوا قد يكون close fit the tray نفس اللي انتو اشتغلتو بالمختبر رأسا الاكريليك على الكاست ماتي ما بي space بين اتو النوع الثاني يسمونه open fit او بها spacer هذا aquifed space من تقعدون الرج denture او stock tray تقعدونه على الكاست تحسونه اكبر من الكاست نصم تكنيك modeling compound impression are used as a custom tray زين هاش وقت احنا قلنا impression compound هذي المادة هي thermoblastic material واني استعملها اخذ بها primary impression للpatient اقدر هي نفسها الطبعة هذي primary impression اسوي شوي scratching بالfitting surface ما لها احنا بيش اسوي فراء بالشفرة الجراحية مالتنا البلايد الزم اسوي اشيل حكم من internal surface ما تحت اوفر space اقدر اخلي فوق مادة final impression واستعمل كspecial tray اخذ final impression this custom tray is used for plaster wash impression او zinc oxide eugenol paste lining هذه مادتين الى silicon الربربار الربربار و zinc oxide اقدر اخليها فوق impression compound واخذ final impression هذا الطريقة فائدتها انه راح تختصر عليك visit كاملة للمريض تختصر عليك فهذه اسميها وانا راح اخلي طبقة خفيفة جدا من impression material يسمونها wash impression wash impression technique طريقة of construction method of construction اشان راح يسوياني الاسبشار اول شي من thermoblastic material عندي shellac base shellac تجيني على شكل حلقة شرائح جاهزة مثل تشبه اللي كور اللي انت استعملتوها بالمختبر made from resinous material that soften about heating and heart and work cool من يسخنها راح اصصر soft نقدر نتعامل وياها يجيني لونها pink brown thickness مالتها واحد نوع يسمونها single thickness والثاني يسمونها double thickness single thickness اساوي بها base plate مالت denture double thickness اساوي بها رجدتي شوية اساوي بها special try shellac base plate applied commercial supplied commercially in form shaped to correspond the general shape of maxillary and mandibular arch الشكل مالتها من يشوفونها هي اصلا تشبه upper level arch على موض سهل علينا الشغل advantages اللي بيها easily concentrated بسهولة استعملها وسهولة اساولها modification وزنها خفيف وارخص نوعا ما رخيصة ارخص من باقي الاشياء advantages يصير بها war redistortion بالحرارة الرجدتي مالتها اقل هي brittle ممكن دوقعت ميدك تنكسر وما تتحمل border molding material ها هي الشغل بعيز قلنا يخلون شكلها نفس شكل arch ماتي نفس الشكل حتى تكون adaptation والimpression اسهل بيها الstep انا راح اشرحها لكم خاف احد عنده فضول شان تسوى بس انه انتم مطالبين بيها فحتى كاتبت لكم read only before adopting shellac base plate the cost must be treated so that material will not adhere to it انتم شفتو الاكر لك من خلينا على tray لزق عليه فخليته spreading medium او الفوزلين هذا نفس الشي shellac base همين احتمال تلزق بد انتشار ماتي فلذلك انا لازم اخلي كوت من شو قلك قلك اما تلقم powder powder مات الاطفال او اخلي فوزلين طبقة من الفوزلين حتى ما راح الازقلي بالكاست ماتي شلق base plate centered on the cast the benzel burner is inverted يعني انا جبتها هيا هذا الشلق base وخليتها فوق الكاست ماتي خليها فوق الكاست واجيب الbenzel burner او التورش ماتي الحرارة النار الفنين الشعلة اخليها عليها راح تنطي من نفسها تصير flexible مرنة وتنزل على الكاست ماتي تاخذ نفس شكل الكاست ماتي از داش اللق material become soft it will sag راح تسيح على الكاست it's then pressed firmly in a place by the finger شفت هاني ساحت ونزلت على الرج ابقو صبعي استويلها adaptation وعلى الرج الكاست ماتي after preliminary adaptation is completed the base plate removed from the cast and border are heated and excessive trim with scissors زين او يعني صار بيها ال سويت لها adaptation على الكاست صارت sets شلتها من الكاست تفحصتها والمكان خشن والمكان over extension بالمقص بواسطة المقص وأسويلها المودفكيشن بوردر هاي حارة هاي حارة بعدني استوين دو اتعامل وياها اجيب القطناية حتى متش وايدي واعدل بها البوردر زمالتها بعدين ورا ما خلصت اسوي smoothening خاف اكفة شرف بالبوردر a handle can be made by softening piece of same material and attaching it to the tray شون راح أسوي الماتيريال شلتك بايزة زيادة الزم هاي بيديو أرتبع على شكل handle وأزق هي وياها نجو على المودل اللي هو نفس قلنا راح ناخد بي primary impression هو thermoplastic material made either as tray or an impression material يعني اما راح يكون tray اخذ بي impression او هو اصلا impression material يجيني على شكل اقراص cake form او اللي هو لون brown وعندي نوع ثاني اللي اساوي بالبوردر مولد اللي اسمي tracing compound the tray material require a high heat to soften does not record detail accurately and is rigid when is hardened الصفات انه هي اول شي بالحرارة تعامني وياها كل حراريين اخليها بمية حارة الذوب اخليها بالpatient ما تتصل بعدين زين فالdetails اللي تنطين ايها ما مضبوطة لذلك اذا اريد final details مضبوطة find details اروح نفسها هذه impression اخذ من fitting surface اوفر space impression اللي راح اخذ بها final impression الادفانتجز let's visit the patient والpatient كل اشتفرق عنده من تقلل لانه واحدة من الفيزيتات النوع الثالث الرزن الرزن قد يكون self-cure acrylic مساوية من عند آني modified مثل methacrylate are the most widely used material for making custom trade اللي هاي دا يقول لي انه المختبرات اكثرياتهم لا يستعملون المثايل methacrylate advantages مالتها easy concentrated more rigid than shellac base وcan accept border tracing material يعني اقدر اخلي المالد اللي راح اخذ بها border molding disadvantages polymerization shrinkage ممكن يصير بها a time interval must allow between the fabrication and the use of these custom trade يعني مور عسناني اخذتها صارت ست كملتها رحت بها اخذت impression لا لازم انتظر فترة يلا اخذ بها impression the hazardous effect caused by monomer مثال 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 درماتولوجيك reaction يقول انه الاكو free monomer يطلع ورا ال reaction بعد ال reaction زين فهذا يسموني dermatological reactions type of special او custom try عندي close fitted اللي هو هذا اللون الاصفر بالصورة هذا close fitted اللي انتو سويتو بالمختبر شوفوا الدبث هذي اثنين ملي من الفرق اللي قلنا عليها لازم اقصر من depth of the vestibule 2 ملي قد يكون close fitted شوفوها كلش fit نايم على الرج وقد يكون spaced اكو space بين وبين fitting surface مع special try use with impression material that have light viscosity to obtain wash impression example light body الى استامير وزنك impression based زين من اللي احنا هاي space صغير ما خلينا مو شبير فا احتاج material يعدو بسو ل impression اللي هي zinc oxide او الrober base try with spacer and stop اللي هذي هو اكو فراغ هذا space هذا close field وهذا space اكو فراغ بيناتهم هذا بيفراغ وبي stop ازين stop اللي هو عبارة عن مربع صغير لابعاد مات 2 في 2 احفر هن بمنطقة ما حسب شكل الارج 2 3 4 اخلي هن على فادي مكانات معينة البعاد مات اثنين في اثنين اثنين في واحد ونص اشي بس هو ما يعني اسويهن خلي مرات اربعة اثنين بالكنين ايريا واثنين بالبريمولر ومرا مرات اذا مرات المواد التي تحتاج لسبيس اكثر مثل الالجينيات استعمل بها الاسباستوهن ومراه لانه مرات ثلاثة